جامعة الفراهيدي بالتعاون مع جامعة آل البيت عليهم السلام في الأردن تقيم المؤتمر الدولي المشترك الأول للعلوم الطبية والصرفة والتطبيقية تحت شعار البحث العلمي الرصين بوابة للتنمية المستدامة بغية زيادة التلاقح العلمي والفكري بين الأشقاء من كلا البلدين من خلال المشاركة الواسعة للأبحاث ذات التخصصات العلمية المهمة هذا المؤتمر يكون حقيقة مختص بالعلوم الصرفة والعلوم الطبية هو مؤتمر دولي لح تنشر كل البحوث اللي لح يكون في المؤتمر في المستوعبات العالمية في مجلات المستوعبات العالمية حقيقة هذا يكون مبادرة أولية بالتعاون بين جامعتنا والجامعات العربية والعالمية جامعة آل البيت الأردنية من الجامعات العريقة وكان عندنا جامعة الفراهيدي بالاتفاق معها عن طريق اتفاقية متكاملة بعقد المؤتمرات والورش العلمية بهذا الخصوص إن شاء الله أنه نخرج بنتائج واعدة يمكن تطبيقها إن شاء الله على أرض الواقع ونتمنى أن يكون هناك دعم حكومي من قبل الدولتين الأردن والعراق إلى الباحثين في كلا الدولتين ونتمنى أن تكون هذه الأبحاث قابلة للتطبيق ويمكن تطبيقها على أرض الواقع للفائدة التي ستعمل إن شاء الله على بلادنا وكذلك على العالم المؤتمر الذي يعقد للفترة من السابع وحتى التاسع من الشهر الجاري استقبل الكثير من البحوث وأوراق العمل للعديد من الباحثين والمتخصصين في المجالات العلمية البحثة بهدف زيادة التواصل العلمي وتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة أبرز وأهم الاكتشافات العلمية التي تصب في خدمة المجتمعات والشعوب العربية والبشرية جمعا هذا المؤتمر له قيمة علمية عالية لأن البحوث الموجودة به ذات قيمة تتناغم مع احتياجات وزارة الصحة وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى أكثر من مئة بحث وورقة علمية تسلمتها إدارة المؤتمر تكون في محاور عدة لعل أبرزها الصحة السريرية والكيمياء والتغذية والبيئة والإحصاء والفيزياء والرياضيات طيلة أيام المؤتمر الذي تحتضنه بغداد لبرنامج صباح الخير يا عراق وإهد الفرطوسي قناة العراقية بغداد ترجمة نانسي قنقر